أحد الأخوة الصم يقول بالنسبة للعائلة تجتمع عندي في النصف من شعبان و يطربون مني أن أصنع عزيمة أو شيء من هذا القبيل يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لليلة النصف من شعبان لم يرد في فضل إحيائي تلك الليلة ولا صيامي نهارها حديث لا أصل لكل ما ورد في هذا الأمر من قضية إحياء ليلة النصف من شعبان أو صيام ليلة النصف من شعبان كل هذا لا أصل له و لذلك هذه من الأمور المحدثة فيجب عليك أن تنتهي و أن تتوقف عن هذا و أن تعلم أهلك و عائلتك السنة النبوية لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار صح عنه صلى الله عليه و عليه و سلم أنه قال قال عليه الصلاة و السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد و في لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام ما أحيى ليلة النصف من شعبان و ما أمر بصيام يوم النصف من شعبان أبو بكر و عمر و عثمان و علي الخلفاء الراشدين الأربع اللي وصان فيهم النبي عليه الصلاة و السلام باتباع سنتهم ما فعلوا هذا ما فعلوا و لو كان خيرا لكانوا أول السابقين له أول من يسبق إلى مثل هذا الأمر و لذلك دين الله عز و جل مبني على أمرين مبني على الإخلاص لله عز و جل و الثاني أن يكون هذا العمل خالصا أن يكون هذا العمل على ما شرع الله عز و جل و ما شرعه الله يكون في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما شرع على ما شرع إلا بما شرع يعني أوجب على ما شرع و هذا البيان للنبي عليه الصلاة و السلام بارك الله فيك